بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي نلتقي اليوم حل أنشطة الأضواء على القواعد النحوية تحديدا على درس النكرة والمعرفة في الفيديو السابق قمت بشرح هذا الدرس بالتفصيل النكرة والمعرفة أرجو أن تعود إليه أولا ثم تتابع معي حل الأنشطة حتى تفهم أكثر بإذن الله في البداية أذكرك أن تقوم بالاشتراك في القناة وكذلك مشاركة الفيديو والإعجاب أيضا بهذا الفيديو وتفعيل الجرس افعل ذلك الآن ثم تابع معي الحل هيا بنا نبدأ ومعا لاحظ واكتشف النشاط الأول صنف كما هو موضح بالجدول نصنف هذه الكلمات يعني نضع كل كلمة في مكانها طبعا أنبه في البداية هذه التدريبات يعني توجد في هذا الكتاب في كتاب الأضواء في حوالي ست صفحات فنريد أن نسرع قليلا حتى لا يكون يعني الفيديو طويل جدا صنف كما هو موضح قرأت عن حضارة عريقة كلمة حضارة طبعا قرأت ده فعل مش معنا وعن حرف مش معنا أيضا نحن نحدد الأسماء فقط وليس الأفعال فكلمة حضارة ناكرة كلمة عريقة معرفة طيب هنا في شيء قرأة وحدها فعل إنما التاء هذه ضمير يبا التاء هذه ضمير التاء معرفة إنما حضارة ناكرة وعريقة ناكرة إذن نريد أن نكتب هذه الأشياء يعني هنا في رقم ألف هتكتب فيئة ناكرة كلمة حضارة وكذلك كلمة عريقة طيب فيئة المعرفة ماذا تكتب؟ تكتب هنا فيئة المعرفة التاء اللي هي التاء لتاء الفاعل طيب ما نوعها؟ طبعا نوعها ضمير وهكذا أريد أن تملأ باقي الجدول املأه ولكن سوف نجيب عليه شفاهيا فقط طيب أنا طبعا معرفة لأنه ضمير طيب معلم كلمة معلم هي ناكرة أم معرفة؟ كلمة معلم هي ناكرة كلمة معلم ناكرة إنما كلمة للناس اللي هي محرف جر إنما كلمة الناس طبعا معرفة لأنها معرفة بأل هتقول لي فين أل؟ ولكن الألف محزوفة ليه؟ عشان اللام اللام لما بتدخل على اسم معرف بأل بتحزف يعني أهي اللام أهي لا الحرف الجر دخلت على كلمة الناس فحزفنا الألف إنما هي في الأصل الناس يبقى دا اسم معرف بأل يبقى هنا معرفة لأنه معرف بأل أنا معرفة لأنه ضمير أمجد طبعا أنت تكتب هذا الكلام هنا أمجد طبعا معرفة لماذا؟ لأنه طبعا هنا اسم شخص اللي هو علم يعني يبقى أمجد معرفة لأنه علم طيب تلميذ ناكرة ماهر ناكرة في حرف جر الجغرافية طبعا معرفة لأنه معرف بأل المجلات معرفة معرف بأل كذلك العلمية معرفة لأنه معرف إيه بأل إنما كلمة تضم دا فعل طب موضوعات ناكرة وكذلك كلمة مختلفة ناكرة أيضا ننتقل سريعا إلى النشاط الثاني لاحظ ما تحتوى خطف الأمثلات الآتية ثم أجيب عما يد هذا الطالب ومشتهد جاء المعلم الذي يحبه طلابه كتبه التراثي قيمة ماذا يريد في هذا النشاط؟ الكلمات التي تدل على شيء بعينه طبعا تسمى معرفة طبعا دي مراجعة على الدرس على حفظك للدرس السابق وفهمك له كلمة هذا دلت على شيء بعينه بالإشارة إليه فهو أو فهي طبعا اسم إشارة كلمة الذي دلت على شيء بعينه بوسطة الجملة التي بعدها هنا بوسطة الإشارة طبعا هنا دلت بوسطة الجملة الذي بعدها فهي طبعا اسم موصول اسم موصول لذلك الجملة اللي بعد الذي بنسميها ايه صلة الموصول الجملة اللي بنسميها لا محل لا صلة الموصول المهم كلمة كتب هنا كلمة كتب دلت على شيء بعينه باضافتها الى معرفة لكلمة التراث فبالتالي طبعا هي مضافة الى معرفة هذه الكلمة مضافة الى معرفة فتصبح ايضا هي معرفة هذا هذا من هذا طبعا دي من اسماء ايه من اسماء الاشارة طيب الذي من اسماء الموصولة كتب كلمة كتب كما قلنا هي مضافة الى معرفة يعني هي مضاف والبعدها مضاف اليه باذا هي مضاف خلّي بالك انما كلمة التراث مضاف اليه اذا من انواع المعارف من خلال ما سبق هنكتب بقى هنا من انواع المعارف هنكتب اسم الاشارة وهنكتب الاسماء ليه الموصولة وهنكتب المضاف الى ايه المضاف الى معرفة يبقى دي ذكر هنا ثلاثة انواع يعني هنكتبهم اللي احنا ايه قلناهم هنا ننتقل الى النشاط الثالث لاحظ الكلمات المعرفة بالاضافة طبعا هذا النوع ده فقط اللي هو المعرف بالايه بالاضافة ثم يقضع خطا تحتها طيب حضارة مصر اهي كلمة حضارة معرف باضافتها الى معرفة باضافتها الى علم كلمة مصر كتابي كلمة كتاب كلمة كتاب طبعا هي في الاصل نكرة ولكن اصبحت معرفة باضافته الى معرفة وهو الضمير شجرة الصف صافي ضخمة شجرة في الاصل نكرة انما اصبحت معرفة باضافتها الى معرفة اللي هو معرف بأل طيب لوحة هؤلاء لوحة في الاصل نكرة ولكن أصبحت معرفة بإضافتها إلى اسم إشارة اللي هو معرفة أحب الطالب الذي يحترم معلمه كلمة معلم نكرة إنما بالإضافة إلى هذا الضمير اللي هو معرفة طبعا أصبحت كلمة معلم معرفة معلم طبعا به بتشديد وكسر قال ليه صنف المعارف الآتية صنفها يعني نصنفها هنا نكتب كل شيء في إيه في مجموعة خاصة به المعارف ثم أذكر نوع إيه كل منها طيب كلمة يعني نجمع كل إيه مجموعة يعني مثلا هؤلاء نكتب هنا أثناء الإشارة نضع هنا أسماء الإشار هنضع طبعا إيه هؤلاء هؤلاء ده اسم إشار طيب هم ده ضمير يبقى نقول هنا الضمائر أو الضمير نكتبهم طيب أنتم أيضا ضمير طيب الذين يبقى دي هنا نعمل خانة للأسماء الإيه الموصولة هكذا طيب حسين آه ده ده من إيه من الأعلام يبقى العلم نكتب كلمة حسين لأنه دل على شخص دل على إيه على شخص اسم شخص محدد معين طبعا ندل على مسمى كتاب الطالبي كتاب الطالبي يبقى إذا هذا مضاف إلى مضاف إلى إلى معرفة طيب بعد ذلك وهكذا كل بقى شيء من اللي جاي هنكتبه في مكان هاتان طبعا ده اسم إيه اسم إشارة أنا ضمير قلمي قلمي مضاف إلى ماذا مضاف إلى معرفة طبعا مضاف إلى معرفة أو مضاف إلى ضمير خلاص مضاف إلى ضمير طيب صالح طبعا ده علم اسم شخص هن ضمير هذه اسم إشارة أنتما ضمير اللذان اسم موصول هذان اسم إشارة التي التي ولائها اسماء موصولة طيب التي التي والذي أيضا اسم إيه اسم موصول نحن ضمير هما ضمير ليلى ليلى طبعا ده اسم إيه اسم علم اسم علم لأنه اسم شخص زي كده صالح وزي حسين طب حضارة مصر مضاف إلى معرفة طيب فاطمة علم نجوة اسم معرفة اللتان اللتان واللذان دي طبعا أسماء إيه موصولة اكتب كل هذه الأشياء في مكانها ننتقل سريعا إلى تدريبات لاحظ وتعلم نشط خمسة اختر نوع المعرفة الصحية نختار نوع المعرفة فقط هنا طيب أجابة التلميذة واضح أن هي طبعا معرف بإيه معرف بأل عن سؤال المعلمة بمهار نهر النيلي نهر النيلي هنا معرف بالإضافة ايه ايه معرف بالإضافة ديه استاذ معرف بالإضافة يعني معرفة إلى معرفة طبعا هنا معرفة إلى إيه إلى كلمة معرفة بأل طيب نجح الذي هنا معرف بايه ها هل بالإشارة ولا بدأه فوالا بالموصولية الموصولية هو حابة غير بس في الألفاظ عشان يبقى متعود على الجميع لطرق والأسئلة طبعا لأنه اسم موصول فهنسميه موصولية مضاف إلى معرفة فهنسميه معرف بالإضافة طيب إيمان إيمان ده علم يبقى إذا معرف بالعالمية يبقى لأنه ايه علم طيب هاتان ها معرف بما زال أنه اسم ايه اسم إشارة ننتقل إلى النشاط التالي النشاط السادس اختر الإجابة الصحيحة من كل مجموعة المجموعة التي بها معرف بالإضافة فقط معرف بالإضافة فقط يعني مضاف إلى ايه مضاف إلى معرفة مضاف إلى ايه معرفة ها نبحث في هذه المجموعات طبعا آآ نلاحظ هنا تراث القدماء اهو مضاف إلى معرفة قلم نا كلمة قلم مضافة لمعرفة اللوانا ضمير هنا مضاف إلى معرفة بقال مقعد هذا مضاف إلى اسم إشارة وهو معرفة يبقى إذا المجموعة طبعا ديت بها مضاف بها معرف بالإضافة فقط طيب بعد ذلك المجموعة التي بها ضمائر فقط أعز مجموعة فيها ضمائر أين هي آآ ديل هي نحن أنتنا هما طبعا دي كلها ايه ضمائر يعني هنا مثلا دي مش ضمير ها هاولا مش ضمير في طبعا مش ضمير طيب بعد ذلك المجموعة التي بها نوعان من المعارف مجموعة يكون بها نوعين من المعارف أين هي؟ طبعا ديل أيضا دي مجموعة بها نوعين من المعارف لما نيجي نقول هاذان هاذيه هاذان هاتان دي اسم إشارة طيب اللذين اسم إيه؟ موصول إبقى فيها نوعين من المعارف إنما سمية وهدى وسامير طبعا دا إيه؟ دا علم فقط وهكذا في الباقي هنا ضمائر فقط هنا مضافة إلى معرفة فقط إنما هنا في نوعين بعد ذلك ننتقل إلى النشاط السابع ضع خطا تحت المطلوب بين القوسين عيز خط تحت المطلوب طيب هو عايزنا في الجملة الأولى معرف بالإضافة اسم معرف بالإيه؟ بالإضافة يعني مضاف إلى معرفة نفت النشرة بعض الشائعات كلمة بعض طبعا مضافة إلى معرفة اللي هي كلمة الشائعات معرف بقل هنا يريد معرف بالإشارة يعني اسم إيه؟ اسم إشارة واضح طبعا إن هي كلمة هذا وقفت أمامه هذا العالم الجليل بهذا معرف بالعالمية يعني علم اللي هو دل على إيه مسمى طبعا كلمة مصر لأنها دلت على إيه بلد طيب يريد هنا ضمير هذا هو وأتقول هذا هذا اسم إشارة إنما هو طبعا هذا معرفة ولكن هو يريد الضمير فقط بعد ذلك النشاط الثامن صوب الخطأ صوب الخطأ في كل جملة هيا بنا أين الأخطاء التي هنا يريد الخطأ والصواب علم بلادي رفرف ما تحتوي خط معرف بالعالمية طبعا خطأ هو معرف بماذا؟ بالإضافة يبقى بدل من كلمة العالمية نقول بالإضافة يعني مضاف إلى معرفة اللي هو الياء كلمة بلاد مضافة إلى معرفة اللي هو الياء اللي هو الضمير تجولت بين الحقول ما تحتوي خط معرف بالإضافة طبعا هذا خطأ هو معرف بأل بعد ذلك تسعى دولتنا لإنجاز المشروعي ما تحتوي خط معرف بالعالمية خطأ أيضا بل معرف بأل بأل نتباهى بحضارة الأجداد ما تحتوي خط ليس من المعارف خطأ بل هو من المعارف من المعارف لماذا؟ لأنه معرف بأل هيا بنا يا أصدقائي إلى النشاط التاسع تخير الصواب لما تحتوي خط طيب يريد هنا نكرى أم إي أم معرفة نختار قرأت كتابا قرأت كتابا مفينة عن تاريخ الحضارات الحضارات يبقى معرفة معرف بأل سفرنا إلى مدينة البحر الأحمر معرفة لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرفة هنا اللي عرفوا أنه هو إيه أل هنا مضاف إلى معرفة طيب المدينة تتمتع بمعالم سياحية خلابة كلمة خلابة طبعا نكرة ليست معرفة شاهدت فيلما طبعا نكرة فيلما رائعا ليس بعدها أي شيء من الإيه من المعرفة وبعدين هي منونة فبالتالي مش مضافة لحاجة بعدها الاسم المنون ده يعني مش مضاف لحاجة بعدي اشترت زينب طبعا زينب ده علم لأنه اسم إيه اسم شخص اسم بنت هم هم طبعا ضمير إيبا إذن معرفة بعد ذلك يؤدي تناول الفواكه معرفة معرفة بأل الكلمة التي التي اسم إيه اسم موصول إيبا إذن معرفة تتمتع هذه معرفة طبعا لأنه اسم إيشارة طبعا بس يعني اعتذر على الاختصار هذا بركز بس على الإيه مباشرة حتى لا يكون وقت الفيديو طوي طيب يجبه لو كان لديك أيضا أي سؤال أو استفسار آخر اكتبه لنا في التعليقات إيبا تتمتع هذه طبعا اسم إيشارة يجب أن نحافظ على بيئتنا نا طبعا معرفة لماذا لأنه ضمير نا ضمير تب بيئتنا على بعضها أيضا يعني نا معرفة تب بيئتنا أيضا معرفة لأنها كلمة بيئة مضافة إلى ضمير طيب سجل اللاعب هدفا طبعا هدفا هتبقى إيه نكرة قلت لك منونة يبقى إذن اللي بعدها دي مش مضاف إليه أصلا النشاط العاشر ماذا يريد هنا تصنيف الكلمات من حيث التعريف والتنكير يعني نكتب هنا الأسماء اللي هي النكرة ونكتب هنا الأسماء اللي إيه المعرفة طيب يمكن مثلا أن يعني هعمل مثلا دايرة عشان مش نلحق نكتب الكتابة طبعا هكون إيه يعني كثيرة ممكن نعمل دايرة على الكلمة اللي عليها إيه معرفة اللي مش هعمل عليها حاجة بقي نكرة فأنت طبعا هتكتب فيما بعد يعني كلمة ذلك معرفة كلمة ذلك معرفة كلمة خديجة ذلك طبعا لأنها إيه؟ لأنها اسم إشارة طبعا للبعيد ذلك وأيه وتلك وأولئك خديجة معرفة لماذا لأنه علم؟ معمل؟ لا طبعا نكرة أنتم معرفة لأنه ضمير الوزير معرفة لأنه معرف بألم أخي معرفة لأنه مضاف إلى معرفة اللي هو الضمير بحار نكرة بعد ذلك طبعا معرفة اسم موصول صحراء مصر معرفة لأنه مضاف إلى معرفة طيب بعد ذلك طبعا هو نقصد هنا لكلمة صحراء يعني كلمة صحراء طبعا هنا ايه معرفة لأنها مضافة إلى معرفة لمصر حقيبة كا كلمة حقيبة طبعا معرفة بإضافتها إلى معرفة وهو الضمير هنا مضافة إلى علم الأهرام معرفة طبعا معرف بأل بعض الحلوى أيضا لأنها مضافة إلى معرفة نحن ضمير مكة علم أنت ضمير حديقة المنزلي طبعا معرفة لأنها مضافة إلى إيه إلى اسم معرف بقل هذان اسم إشارة الفضاء اسم معرف بقل الذين اسم موصول مريم علم طاولة طبعا مكر أصدقاؤنا طبعا كلمة أصدقاء هي نكرة ولكن معرفة بالإضافة إلى معرفة لهو الضمير نا سائح طبعا ده نكرة هن نا طبعا هن ضمير عمر يبقى إذن علم جدي مضاف إلى إيه إلى الياء يبقى إذن مضاف إلى ضمير يعني مضاف إلى معرفة يبقى أصبح معرفة غرفة نكرة هذه اسم إشارة معرفة ننتقل إلى النشاط التالي عين النكرة والمعرفة في كل جملة تتمتع تتمتع ده فعلي طبعا تتمتع شركة نا ها معرفة معرفة طيب يبقى نضع دائرة أو نضع خط طيب المهم كلمة سمعة هتبقى نكرة طيب طيبة أيضا نكرة فيه مش معنى خالص أصلا لأنها حرف إيه جر يبقى هنستبعد خالص الأفعال والإيه والحروف كلمة مجال ناكر ولا معرفة آه ما نستعجلش بقى هي معرفة لماذا لأنها مضافة إلى معرفة طيب بعد ذلك أهرام الجيزة معرفة ومعرفة لأنها مضافة إلى معرفة كلمة شامخة ناكر ترتسم بفعل البسمة معرفة على حرف حرف جر الوجوه طبعا واضح معرفة في حرف جر كل عيد يبقى إيه زا معرفة هو معرفة ليه لأنه آه طبعا لا هنا كل هتبقى ناكرة كل ناكرة طبعا وعيد أيضا ايه ناكرة كل ناكرة وكذلك كلمة عيد ناكرة طيب بعد ذلك استقبل فعل استقبل وزير التجارة وزير التجارة يبقى إذن معرفة بإضافته إلى أي معرفة الوفود طبعا معرفة توقيع دي ناكرة تفاقية ناكرة تجارية أي ناكرة هذا معرفة هو معرفة طبعا عشان هنا اسم إشارة بعدك ضمير القطار معرف بأل الكهربائي معرف بأل ده كل معارف الذي السلام كل هذه معارف جملة جميلة فيها كذا نوع من أيه من المعارف أنواع متعددة إنما يتميز فعل سرعة ناكرة وكبيرة ناكرة شاهدت أو شاهدت آه شاهدت طبعا إيه تقنيس يبقى إذن ده فعل الشروق طبعا علم ها مسلسلا تاريخيا ده كله ده ناكرة طيب إنما كلمة حرب أكتوبر آه بمناسبة ها كلمة أكتوبر طبعا هنا شهر أكتوبر ها كلمة حرب أكتوبر لأنه في شهر أكتوبر يبقى الشهور كلها أعلام أي شهر يبقى أعلام وكلمة حرب ناكرة بس مضافة إلى معرفة فبالتالي تصبح معرفة أيضا عن طبعا ده حرف إيه حرف جر نواصل الحل مع نفس السؤال طبعا هنا سافر سافرت آه هذه التأنيس بس المهم هي ساكنة ولكن المهم يعني ها يبقى سافرها ده فعل إيه مضي هنا الأسرة معرفة إلى حرف جر مدينة البحر يبقى اكتسبت التعريف ها الأحمر معرفة التي معرفة إنما تتصف فعل جو ورائع هتبقى ينكر طيب بعد ذلك كلمة أنشأت طبعا ده فعل إيه ماضي أيضا نفس الموضوع يعني هذه التأنيس هي ساكنة مفروض في سكون ولكن حرك هذا السكون إلى الكسر منع الالتقاء الساكنين أنشأت أدى الحرف الأولين هيكون ساكن يبقى ساكن زائد ساكن ما ينفعش المهم الدولة معرفة كلمة مستشفى طبعا نكر لأنه تطلق على أي مستشفى وجديدا نكر بالدولة معرفة كذلك محافظة السيود السيود طبعا اسم بلد اسم محافظة يعني خلاص فبالتالي شيء معروف يبقى ده معرفة وهنا كلمة محافظة معرفة اكتسبت التعريف منها اشترى فعل حسين طبعا اسم شخص فبالتالي عالم يعني طيب هاتفا حديثا ده نكره نكره يتميز ده فعل مميزات رائعة طبعا هذه يبقى إذن المعرفة كلمة حسين فقط إنما هذه الأشياء نكر وهذه الأسماء هذه معرفة هي معرفة مكتبة الإسكندرية الإسكندرية طبعا علم اسم بلد فبالتالي كلمة مكتبة معرفة بإضافتها إلى معرفة التي معرفة أيضا ها أين تتصف فعل إنما تصميم ورائع هي مناء النكرات النشاط التالي أكمل باسم نكرة الطائرة التي ركبتها مثلا رائعة جميلة أي اسم هو أنا عايز أي اسم نكرة ظهرت إيه مضيئة في السماء طبعا نجوم مثلا نجوم أو نجمة أو أي حاجة أو أجسام مضيئة في السماء المهم تكون كلمة نكرة كرة القدم لعبة مسلية رائعة جميلة مهم تكون كلمة نكرة يعني ليست من المعارف كما قلنا امتصت إيه رحيك الأزهار امتصت إيه امتصت النحلة آه ما ينفعش نقول النحلة لأنه قلت النحلة أصبحت إيه معرفة أحسنته يبقى إذا نقول نحلة فقط مثلا طيب رحيك الأزهار حصلت على إيه قيمة في طبعا هدية في عيد ميلادي تحتاج رياضة تسلق الجبال إلى مهارة مهارة عالية طيب بعد ذلك آه شاهدت مع صديقي آه مباراة مثلا مباراة إيه آه لا يعني طبعا ممتعا يعني عايز الشيء يكون إيه مذكر فيلما مثلا فيلما ممتعا أي شيء يعني طيب المهم تكون إيه مذكرة خلي بالك يلعب الأطفال في آه ملاعب مثلا واسعة طيب بعد ذلك اشترى بلال آه ايه اشترى أي حاجة هاتفا جديدا كتابا جديدا طيب ترتدي طبعا عفز زرعان سرعة في الخط ترتدي ضوحة إيه بقى ثوبا مثلا أو فستانا ها فستانا جميلا بعد ذلك وقف إيه عند شاطئ النهر ليصطاد وقف الصياد لا وقف صياد هكذا طبعا انتبه ما نفعش الجيب هتبقى معرفة هو عايزنا كرة فقط طيب بعد ذلك تلتقطو الكاميرا صورا تمام رائعة في بعض كلمات طبعا هي معروفة يصنع الأطفال طائرات جميلة أو طائرات ورقية يدوية طيب تتميز مياه نهر النيل بأنها عذبة يحيط بالمنزل أشجار عالية مثلا طيب هنا هذا السؤال العكس أكمل باسم معرفة لا تنسى لا بد أن يكون معرفة إيه اللي بتشرق كل صباح الشمس معرفة واضح طبعا معرف بأل اللوحة رسمها الرسام جميع اللوحة التي طبعا التي رسمها طبعا شين فأتقول لازل هذا الكتاب هو هو الكتاب المفضل هذا الكتاب هو كتابي المفضل طبعا مضافة إلى معرفة اللي هو الضمير ولا التي اسمه وصول معرفة طيب إيه ملك الغابة طبعا الأسد الأسد طيب فبالتالي إيه معرف بأل يذهب الناس إلى الحدائق في فصل إيه الحدائق فصل الربيع فصل الخريف فصل الشتاء الشتاء أي حاجة فصل الصيف يحب مين ممارسة يحب محمد يحب حسين كما قلنا أي حاجة أي اسم فلان يعني ممارسة قرة القدم أو ممكن تقول يحب الولد يحب أو أي اسم آخر المهم الطفل يبتسم يبهج القلوب الطفل الذي الذي طيب أنشأت مصر السد العالي طبعا السد العالي فين في بصوان ممرضات رحمة ممكن نقول هنا صح كده هنا ممرضات رحمة أو هؤلاء هؤلاء بتطلق بقى المذكر والإيه والمؤنس طيب أو ممكن أولئك وهكذا المهم كل هذه يا إما طبعا اسم إشارة أو ضمير كلها معارف حصلت طلاب وإيه الذين اسم موصول الذين تفوقوا في الامتحان على جائزة كبيرة بعد ذلك حدد نريد أن نسرع قليلا حدد الاسم النكرة فقط يريد تحديد الاسم النكرة طيب سؤال سهل سافرت الأسرة إلى جزيرة سيحرة طبعا أنت تكتب هذه الأسماء هنا كلمة الأسرة طبعا تبقى معرفة طيب يتميز الإيه المنتج سعر منخفض نكرة طبعا وصل سائحان طبعا لابد أن تتأكد أن الاسم الذي يليه ليس من المعارف طيب وصل سائحان إلى متحف المصري طيب شاهدت أو شاهدت أمنية أمنية طبعا اسم بن فاتبة معرفة مصرحية ممتعة فاز الفريق كأسين ذهبية حسن متفوقون على كل نفس نفس الموضوع كده يقرأ عمر قصة خيالية تشرب القطة لابنان صفي تعاون الطلاب في في ايه رسمي لوحة طيب طبعا كلمة لوحة هنا مش معرفة أقامت الدولة مؤتمرا بيئيا كل هذه طبعا ايه ناكرات هذا النشاط هو عكس النشاط السابق يريد هنا لسم المعرفة فقط ولكن تحديد النوع نوع المعرفة طالما ذكرنا معرفة يبقى لابد أن تذكر ايه النوع أولا تحرص مصر تحرص مصر مصر طبعا هي بقى علم طبعا انت هتكتب وتكتب النوع برحتك بقى فيما بعد يبقى إذا مصر ممكن طبعا توقف الفيديو وتكتب وبعدين تكمل تاني وهكذا تحرصوه مصر طبعا انت ايه علم اسم بلد على انتاج الطاقة هتتأكد الأول انت لو شفت الانتاج فقط واستعجلت هتقول نكرة لأ لازم تشوف الكلمة اللي بعدها لقيتها معرفة تبقى دي معرفة برضو يبقى إذا هزي معرفة لماذا لأنها مضافة إلى معرفة هذه الكلمة يبقى إذا مضافة لكلمة انتاج مضافة إلى معرفة مضافة إلى معرفة طيب كلمة الطاقة وكلمة الشمسية معرفة ليه طبعا هتقولي بقى معرفان أو معرفتان اللي هما الكلمتين دول يعني معرفتان بايه بقل اللي هما الكلمتين دول أو تقول معرفان بقل يعني اللي هو الاسم المهم انتقلت أسرتي طبعا معرفة مضافة إلى معرفة طيب تحتفل الدولة معرفة لأنه معرف بأل عيد مضف إلى معرفة العمال معرف بأل هذه معرفة اسم إشارة المطعم اسم معرف بأل الأدباء اسم معرف بأل طيب السيارة معرف بأل سليمان معرفة لأنه علم اسم شخص الأم معرف بأل أيضا أنتم طبعا معرف لأنه ضمير طيب هنا أيضا سوق معرفة لأنه مضف إلى معرفة المدينة معرفة لأنه معرف بأل العالم معرف بأل اليوم العالمي المعلم كل هذه معارف لأنها معرفة بأل النشاط التالي صوب ما تحته خط توفر تطبيقات الهواتف الزكية خدمات مفيدة كلمة تطبيقات آآ معرفة بأل طبعا آآ كلمة تطبيقات هي معرفة ولكن آآ بإضافتها إلى إلى الكلمة التي بعدها فيا ليست معرفة بأل ولكن كلمة تطبيقات مضافة إلى معرفة مضافة إلى معرفة للكلمة بعدها طيب اخترع إبراهيم كلمة إبراهيم معرفة نوعها ضمير طبعا لا هنا نوعها آآ علم أنشأت الدولة حدائق طبعا كلمة حدائق واسعة ما جاش بعدها حاجة معرفة بأيزا هذه الكلمة ناكرة وليست معرفة المتحف كلمة الذي طبعا معرفة لماذا لأنه اسم اسم موصول اسم موصول قطعة الكهرباء كلمة الكهرباء طبعا معرفة لأنها معرفة بأل معرفة بأل طيب بعد ذلك حذروا العلماء من ارتفاع منصوب مياه البحار طبعا كلمة مياه مضافة مضافة إلى ماذا مضافة إلى عالم بعد ذلك المسجد الأقصى طبعا هنا معرفة بأل معرفة بأل بعد ذلك هذاني معرفة لماذا لأنها اسم إشارة فاز اللاعب بميداليات ذهبية كثيرة طبعا ممنون هكذا يبا ليس بعده إلي مضاف إليه فبالتالي كلمة ذهبية ناكرة وليست معرفة الطاقة المتجددة طبعا معرفة هذه الكلمة معرفة بأل النشاط التالي اقرأ ثم أجب هنا هذه القطعة للعلم أهمية كبيرة في حياتنا فهو الوسيلة هو الوسيلة طبعا كلمة هو طبعا ده ضمير في أول الجملة هي بادي جملة اسمية فبالتالي هو مبتدأ إنما الوسيلة خبر خبر المبتدأ هذا خبر مرفوع وعلامة رفع الضم لأنه مفرد فهو الوسيلة التي تمكننا من فهم العالمي ناكرة زائد معرفة يبا إذن مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة بعد ذلك من حولنا وهو الذي يفتح لنا أبوابا جديدة للتفكير ويوسع آفقنا ومن خلاله نحققه تقدما في المجالات طبعا اسم مجرور اسم مجرور فيه وعلامة الجر الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم المختلفة كالطب والهندسة وغيرهما ويسهم العلم في تحسين حياتنا وتوفير الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجهنا ألف الإعراب طيب بعد ذلك الاستخراج استخرج منها الفقرة اسما ناكرة اسم ناكرة يمكن أن استخرج أي اسم ناكرة كلمة مثلا أبوابا جديدة وهكذا طيب اسما معرفة كلمة للعلم كلمة للعلم كلمة الوسيلة خلاص كلمة المجالات وهكذا طيب بعد ذلك وبين نوعه طبعا هنا معرف بأل إذا استخرجت أي اسم آخر تحدد نوع مثلا إذا كنا حياتنا فبالتالي هو مضاف إلى معرفة اللي هو مضاف إلى الضمير طيب استخرج فاعلا استخرج فاعلا يمكن أن نستخرج بعد الفعل يوسع يوسع هو يسهم العلم يسهم العلم فالعلم هنا فاعل طيب يريد استخراج مفعول به مفعول به في كلمة آه يفتح أبوابا هذه الكلمة أيضا هي ناكرة وهي مفعول به فعل بيه منصوبة على المتنصب الفتح استخرج ضميرا وحدد نوعه استخرج هنا مثلا في كلمة فهو هو طبعا ده مبتدأ وهنا ضمير آه بارز منفصل سوب تحت الخط وصلا بعض بعض السائحين ما يأتي بعد كلمة بعض فهو مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم المشروع التالي يمثل العلم يمثل العلم القوة المحركة لتقدم المجتمعي هناك الرزال معرفة إذا مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر ونهضته حيث إنه طبعا ما بعد حيث تكون همزته مكسورة لأنه يرتقي بالمجتمع ويطوره من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية كما أنه يوفر حلولا يوفر هو حلولا إبقى إذن حلولا مفعول به منصوب على المتنصب الفتحة المشكلات التي يواجهها أفراد المجتمع الأفراد هم الذين واجهون بإذن أفراد فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة أفراد المجتمعي مطفئلي مثل مشكلة الفقر وتلوثي البيئة وغيرهما أعرب بعد ذلك الاستخراج استخرج من هذه من هذه الفقرة معرفا بأي اسم كلمة مثلا الصحية كلمة المشكلات وها كذا كلمة المجتمع استخرج ضميرا مستترا استخرج ضمير مستتر وقدر طبعا الضمير مستتر يقدر بعد الفعل يقدر بعد الفعل يطوره يطوره طبعا يطوره طبعا هذا يطور هو يبا إذن يطوره يطور هو يبا إذن هذه الهاء ليست فاعل وإنما فعل به طيب من اللي يطور هو يبا إذن الضمير هنا أو الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه هو يمكن استخرج أيضا ضمير آخر في قوله يرتقي يرتقي هو وقلنا أيضا يوفر هو يبا كل هذه ضمائر مستتر بعد ذلك استخرج اسما موصولا طبعا اسم موصول كلمة اسم موصول في هذه الفكرة كلمة التي اسم موصول استخرج اسم نكرة اسم نكرة كلمة طبعا مثلا لو قلت كلمة مشكلة طبعا ليست نكرة لأنها مضافة إليه معرفة كذلك كلمة تلوث طبعا ليست نكرة أنا ما هي معرفة كلمة حلولا كلمة منونة هي لا يأتي بعدها إيه لا يأتي بعدها معرفة أكمل بما هو مطلوب بين القوسين اخترع العالم إيه جديدا طبعا اختراعا جديدا أو أي كلمة مناسبة تكون نكرة يستمتع الناس بمناظر إيه الخلابة مناظر مثلا هو يريد هنا اسم عرف مناظر السماء بمناظر الجبال الخلابة مناظر أي اسم آخر مناظر الطبيعة صوب ما تحتهو خط يتصف أهل أهل مصر بالكرمي وحسن الضيافة كلمة مصر هنا طبعا معرفة ويريد تصوب الخطأ معرفة هل هي معرفة بالإضافة خطأ بل هي معرفة بأنها طبعا إيه علم نقول كما ذكرنا سابقا بالعالمية بالعالمية يعني أنها إيه أنها علم لأنها اسم اسم بلد فبالتالي دلت على مسمى بعينه بهذا نصل إلى ختام حل هذه التدريبات أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الحل اكتبوا لنا في التعليقات يعني أرأكم في هذا الحل وهل استفدتم من هذا الحل أم لا وأيضا شاركونا في التعليقات كل الأراء وكل الاستفسارات إن كان لديك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا في التعليقات أيضا ولا تنسى في النهاية أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد منه الجميع حتى نساعد عن نشر المحتوى الهادف على الإنترنت لا تنسى كذلك الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة إلا أن تكن قد اشتركت وتفعيل الجرس حتى يصل إليك كل جديد الفيديو القادم بإذن الله هو حل أسئلة اختبر نفسك على الدرس السابق على النص الشعري عليك بالعلم أتمنى لكم بكل التوفيق والنجاح إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته